بين ضرب القواعد للتحالف الدولي ورد على تلك الهازمات من قبل القوات الأمريكية يتصعد التوتر بين قوات التحالف والمجاميع المسلحات العراقية تطور محتدم بعد خروج الضربات المتبادلة عن حدود قواعد اللعبة وفق بعض القراءات وهذا ما تفسره المستجدات الأخيرة هناك خرق لهذه القواعد للعبة يجب أن تكون الاستدافات دون أن تكون هناك إصابات وحتى الجانب الأمريكي تحاشى قدر المستطاع أن تكون هناك استدافات مباشرة لعناصر الحشد الشعبي والفصال المسلحة لهذا أنا أتوقع أن الحكومة بدأت تقريب وجهة النظر ومعالجة هذه الإشكالية هي تشعر بحرج كبير باعتبار أن الاستدافات تعيق العلاقة مع الجانب الأمريكي ارتفاع منسوب الصراع بين التحالفة والمجاميع المسلحة العراقية قد يجر البلاد لمنزلق الاضطراب والفوضى وتحويله لساحة لصراعات وتصفية الحسابات بحسب رؤى تحليلية تلك المستجدات ربما تنسحب على المشهدين السياسي والأمني وهذا ما يجعل الأنظار تتجه نحو الحكومة وتحركاتها لتهديئة التوترات الحاصلة القصف المتبادل بين الفصال المسلحة والقوات الأمريكية المحتلة من شأنه أن يجعل العراق ساحة للصراعات وتصوية الحسابات وبالتالي ينعكس سلبا على المشهد السياسي وربما الأمني وحتى الاقتصادي لذلك اليوم على جميع مؤسسات الدولة بما فيها التشريعية والتنفيذية أن تقف موقف جيد ومؤثر بإنهاء هذه النزاعات باعتبارا إذا استمرت هذه الصراعات وهذه الاستهدافات قد يكون العراق متجه إلى منزلق وهاوية خطيرة وفي ظل الأزمة المتصاعدة وصفت الحكومة ما حصل بالفعل العدائي ويعرقل تفاهمات إنهاء وجود التحالف الدولي فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتصرف في الوقت والطريقة التي تختارها إن استمرت هذه الهجمات ما يعني أن لهذا المسلسل حلقات أخرى من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير